اول حاجة هتعملها هتجيب الالم وهتخطط عناصر الجنب اللي انت هترسمه الخطه دي اساسية في رسم اي منظر طبيعي هترسمه لازم تعمل تخطيط اولي للشكل اللي انت هترسمه عملنا الشمس بشكل صغير في نص اللوحة من فوق دايرة صغيرة كده وبعد كده بعد نص اللوحة بشوية عملنا خط بالعرض الخط ده هيفصل ما بين البحر وما بين الجبل اسمنا الجبل زي ما انت شايف على مرتين عشان احنا هنرسم جبلين جبل بعيد وجبل قريب شوية عملنا قطع طينية تحت الجبل هنرسم عليها الشجرة الكبيرة اللي موجودة في المنظر طبعا رسمنا الغصن بتاع الشجرة بشكل مبدئي زي ما انت شايف كده ولكن في التروين هنشتغل بشكل اضاق كمين كده هننزل تحت شوية على الشمال وهنرسم مركب بالطريقة دي ركز في الخطوات كل حاجة سهلة واهم حاجة خطوة التخطيط المبدئي اللي احنا بنعملها دلوقت دي بعد ما رسمنا المركب برضو هنحدد الراجل اللي واقف على المركب برضو بشكل سريع من غير اي تفاصيل مجرد اوتلاين ولكن عشان يعرفنا ان هنا موجود عنصر فمنغطوهوش بالالوان وحنا نشغلينه ودي العصايا اللي موجودة في المركب بعد كده بنجيب لون لبني لون سماوي وبنعمل الجزء اللي فوق زي ما انت شايف باللون السماوي طبعا انا معايا لولين على البلتة مش لون واحد لون لبني ولون ابيض وبعمل اندماج بالابيض واللبني عشان يطلع الشكل اللي انت شايفه ده بعد كده بجيب لون برطقاني غامق لون برطقاني غامق وبطلع من اعلى الجبل او من فوق الجبل لحد فوق لحد ما هعمل شكل سحابة من فوق ولكن من تحت زي ما انت شايف يجيب المساحة كلها لكن من فوق مش هجيب المساحة كلها زي ما انت شايف من فوق بعمل سحابة بقى حجات مختلفة سحابة كبيرة وصحابة صغيرة ويجب اشتغل بتلقائية وعشوائية خالص اثناء ما بعمل السحاب عشان الشكل يبان طبيعي لو ساحسن في الخطوة دي الفرشة تكون فاضية وما تكونش مليانة وتفضي الفرشة في الجنب او تفضي الفرشة في اللوحة اللي انت شغال فيها بجيب لون فاتح وبعمل تأثير باللون الفاتح لأعلى السحاب الفاتح ده بيعرفني ان ده اعلى السحاب بعد كده بجيب لون غامق وبرضه بعمل السحاب الغامق من تحت بالشكل ده طبعا الغامق بحطه في اسفل السحاب من تحت عشان برضه السحابة بيكون فيها فاتح وغامق طبعا اللون الغامق ده هو برطقاني برضه ولكن عليه اسود بعد كده بجيب لون فاتح وبحاول افتح حوالي الشمس عشان الطبيعي ان الشمس بتفتح المكان اللي حوله برسم الشمس باللون الاصفر ولكن مش هو ده لون الشمس الاساسي هسيح اللون الاصفر حوالي المكان اللي فيه الشمس عشان برضه ادي اضاءة اكتر ادي شعاع اكتر من الشمس وبرضه بحط الاصفر من فوق الجبل على طول بالشكل ده وبحط كمان اصفر في السحاب من الناحية المقابلة للشمس متنساش انت الشغال في السحاب لازم الفرشة تكون فاضية مش مليانة عشان تعرف تسيح الالوان بجيب برضه لون فاتح وبعمل تأثير سحاب صغير باللون الفاتح بالشكل ده بعد كده بنفس اللون البرتقاني ده انا اشتغلت به في السماء هشتغل به في البحر وهعمل البحر كله باللون البرتقاني زي ما انت شايف كده ولكن من على اليمين ومن على الشمال اللون بيكون غامق وهحاول افتح في الوسط شوية طبعا بفتح باللون الاصفر اللموني بفتح باللون الاصفر بحط اصفر على برتقاني هيديني الدرجة الفاتحة دي بعد كده هجيب لون فاتح خالص تقريبا لون بيش فاتح خالص يميل الى الابيض وبعمل التأثير اللي انت شايفه ده تأثير الشمس بعد كده بحط اسود على البرتقاني بعمل لون بني شوية كده وارسم الجبل وعم بلون الجبل البعيد زي ما انت شايف كده بلون فاتح شوية بلون بني وبغمق الكبل الورايب بالشكل ده يكاد يكون اسود ولكنه مش اسود هو بني غامق برضو القطع الطانية اللي هرسم عليها الشجرة من تحت بتكون تميل الى الاسود شوية ولكن من فوق فيه شجر هنعمله باللون البرتقاني هنحط في البداية برتقاني غامق وبعد كده هنحط الفاتح بالشكل ده طبعا لازم تستخدم فرشة شعرها منعكس شوية في الخطوة دي علشان تعرف تأثير الشجر بشكل مزبوط طبعا لازم اعمل انعكاس في المية للشكل اللي انا برسمه ده بجيب لون غامق نفس الالوان اللي انا اشتغلت بها في المنظر في الشجر بحطها تحت في المية عشان اعمل انعكاس للشكل في المية برضو الكلام ده من عند الجبل ومن عند القطع الطانية وان شاء الله هعمله لما اجي اشتغل في المركب هنا باشتغل في المركب تقريبا باللون اسود ولكن هنفتحه بعد كده لكن الاساسي اسود او بني غامق حاول ما اتوهش التفاصيل عشان احنا كنا نسمين تفاصيل في الاوتلاين فحاول ما اتوههش وانت شغال وتبين التفاصيل برضو هنا هنجيب برضو اللون اسود وهنعمل الشجر هنبدأ بالاغصان زي ما انت شايف كده هنجيب من تحت الفوق وهنعمل برضو انعكاس للاغصان ده في المية ولكن الانعكاس بيكون بشكل مزبزب زي ما انت شايف كده ما بتكونش صريحة الرسمة في الانعكاس ما بيكونش صريح بيكون مزبزب زي ما انت شايف كده بنجيب هنا لون برطواني غامق وبنجيب فرشة مروحة وبنعمل ورق الشجر في الاغصان اللي احنا عملناها دي طبعا بنشتغل برضو في الانعكاس بنفس الالوان وبنشتغل بالوان غمقة في البداية وبعد كده بنعمل التفاصيل بالالوان الفتحة زي ما قلتلك برضو هنعمل انعكاس في المية لشكل المركب ده باللون البني الغامق نفس الشكل بتاع المركب هعكسه في المية بالضبط بنعمل بقى هنا تفاصيل بتاع المركب باللون رصاصي طبعا احنا فتحنا لون المركب شوية وبنعمل تفاصيل باللون الاسود زي ما انت شايف وبنرسم الراجل اللي واقف على المركب طبعا ما بنعملش فيه اي تفاصيل هو الراس بالبرونيتر اللي هو لابسها باللون الاسود والي باقي الجسمة باللون الروصاصي وباقيجسم من تحت باللون الاسود وبنرسم العصايا اللي موجودة في المركب باللون الاسود وبرضو بنعمل الانعكاس بتاعها في المية بالشكل ده هنا بنرسم زي حبال نازلة من المركب وبرضو بنعمل انعكاس بتاعها في المية. بنجيب هنا اللون البرتقاني الفاتح. طبعا عشان نفتحه كده بنحط عليه اصفر كناري اصفر لموني. وبنعمل التفاصيل بتاعت الشجرة وبنجيب برضو لون ابيض وبنعمل تأثيرات فاتحة كده في الاغصان من جهة الشمس باللون الفاتح. بنغمي الجزء الطين ده باللون الاسود شوية وبرضو بنعكس كل حاجة بنعملها فوق في المية. بنجيب هنا اللون الابيض وبنحاول نعمل فاصل ما بين الرسمة وبين الانعكاس اللي احنا عملناه في المية. اي حاجة عملتها وعملت انعكاس لها في المية بتعمل تحتيها فاصل باللون الابيض. وبتعمل برضو امواج باللون الابيض بالشكل ده. اخر حاجة هنعملها في المنظر هنرسم طيور اه في شمال اللوحة من فوق طبعا بقى حاجات مختلفة. عشان تدي الروح للرسمة. كده الفيديو خلصا عايز منك طلبين اول حاجة تكتب لي رائق في التعليقات وتقول لي ايه رائق في الرسمة. وكمان لو عايز تتعلم مناظر تانية زي دي اكتب لي برضو في التعليقات. تهي حاجة عايزها منك انك تدعمني باللايك الفيديو وتتأكد انك مشترك في القناة. لو عندك اي سؤال او اي استفسار برضو اكتب في التعليقات او ابعت على الفيسبوك او الواتساب هتلاقي اللينكات دي في صندوق الوصف تحت الفيديو. واشوفك الفيديو التاني ان شاء الله والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.